الحمد لله المعز لمن أطاءه واتطاه المذل لمن خالف أمره وعصاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله سواه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله استفاف ربه واجتباه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن وعلى أما بعد فاتق الله عباد الله بامتسال أمره واجتنابنا ومن يتك الله يجعله مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله أبالغ عمر فاتق الله أيها المسلمون واعلموا أن الأمن مطلب الإنساني وهاجة ضرورية للبشر جميعا فالأمن هو الدوحة التي يستذل بها الناس فتتمئن نفوسهم وتستكر أحوالهم وينتشرون في الأرض لإسلاح أمورهم وطلب معاشهم في ذل الأمن واستقراره وفي ذل الأمن ينجح الاقتصاد البلاد ويتعلق العباد وينتشر العلم ويتسابق الناس في ميادين الخير والفضل في ذل الأمن يعبد الناس ربهم بإجمال وتعمر المساجد ويتسابق الناس إلى مجالات الخير ولهذا يمتن الله تعالى على أهل مكة حيث جعل بلدا آمنا حرما يأمن الناس فيها ويقول عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفي آية أخرى أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الأمن أيها الإخوة حاجة فترية للناس جميعا مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم مسافرهم ومكيمهم الناس جميعا يهتاجون إلى الإثم عننا والأمن والراحة النفسية ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة الخاتمة التي أكملها الله تبارك وتعالى وأتمها علينا ورديها لنا دينا جاءت بتحسين كل سبب يحفق الأمن ويحفظه وجاءت بالنذب إلى الإناية بالأمن وحذرت من كل وسيلة تخل بأمن الناس أو تجلب لهم الخوف إلى درجة أن الشرعة أن الشرعة حرم على المسلم أن يوري أخاه المسلم لا يجوذ للمسلم أن يوري أخاه ولا يجوذ للمسلم أن يحمل السلاح في أسواق المسلمين لقد شدد الشرع المطهر على حرمة الدماء والأعراض والأموال وحرمة الأمن الناس وشدد في تحسين كل مسلحة تعين على العمل وشدد في تهريم كل مفسدة تضر بالأمن كل ذلك من أجل أن يعمن الناس ويطمئنوا في معاشهم فيعبد الله على بسيرة ويكيموا شعائر الله وهم مطمئنون مرتاحون لا يخافون في الله لوم تلاعيم أيها الإقوة الكرام إن وجود الإنسان على هذه الأرض حبة من الله تبارك وتعالى والحياة منة من الله لا تأخذ ولا تسلم ولا تضحق الروح إلا بشرء من الله تبارك وتعالى شدد الله أضوى جل في حرمة الحياة العبن آدم حيث بين الجل وعلا أنه لا يجيز الاعتداء على حياة الناس ولا قتلهم ولا صفك دماءهم أيها الإقوة في الله في أول حادث غدر وقتل ووقعت على هذه الأرض بين ابني آدم حابيل وقابيل عندما قتل قابيل أخاه عدوانا وظلمة وهو نفس وحسن وانتقاما أنظل الله تبارك وتعالى شرعا ينفذ إلى قيام الساعة ووحيا يتلى إلى نهاية العالم قال الله تعالى بعد حكايته هذه الكسة في سورة المعيدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أهياها فكأنما أهيا الناس جميعا انظروا عظمة الإسلام انظروا عظمة التشريع يا عباد الله قتل نفس واحدة يعادل قتل الناس جميعا ومن ذا الذي يستطيع أن يأسر الناس من أول خلق آدم وإلى قيام الساعة بلائين أو مليورات أو عدد لا يعلمه إلا الله من قتل نفسا واحدة ظلما فكأنما قتل هؤلاء الأعلم جميعا يا لها من جريبة ويا لها من مصيبة ويا لها من فعلة نقرى وأدوان وتسلط قذر يقع فيه أولئك المجرمون المفسدون الذين يقتلون العاملين والمتمئنين ويعتدون على الناس بغير وجه حق أيها الإخوة الكرام يقف ما جاء في القرآن من وعيد يقول تبارك وتعالى ومن يقتل مبنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أيها الإخوة الكرام إن هذا الوعيد وهذا التشديد مقصله سلامة الناس جميعا ومقصله أن يتقي الناس ربهم في إخوانهم وأن يرتدعوا أن يتذكروا مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى وأن يخافوا الله قبل أن يقدموا أو يعينوا أو يفكروا في الاعتداء على أي حي بغير حق شرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظال المؤمن في فرحة من دينه ما لم يسب دمًا حرام يعني إذا أساب المؤمن دمًا حرامًا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسار في ديك من دينه وسار في حرج مع ربه فماذا يفعل بإزحاك هذه الروح أيها الإخوة الكرام لقد شدد الشرع وحفظ الدماء قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وساياه وآخر توجيهاته في حجة الوداء تلكم الحجة العظيمة التي اجتمع لها الناس في كل فج عميك أذن معذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنسط الناس ويسمعهم في ذلك الموكف العظيم ورددها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في يوم عرفا وفي يوم النهر وفي يوم الحادي عشرة كلها يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأعراض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وعرادكم وعموالكم حرام عليكم كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ نعم قد بلغ ورمى بها في أعناكنا وألقى بمسؤوليتها في ثمننا وكلنا مسؤولون عنها أمام الله يوم القيامة هل رأينا تهديده وأذرنا وعيده هل اهترمنا ما أمرنا الشرء باهترامه هل خطنا الله في دماء المسلمين وأعراض الناس أيها الإخوة الكرام إن الجرأة على الدماء والتساهم الناس في أمرهم ولو بالكلام ولو بالتبرير ولو بالسقوط إنما هو جرأة على محارم الله واعتداء على قدود الله وتلاعب بشرع الله ولا يجوذ لمسلم أن يعين على ذلك ولا يجوذ لمسلم أن يساء بإراقة من عصوم ولا أن يعين على ذلك لأن هذا كله من التعاون على العسم والبدوان ومن الجرأة على محارم الله قال الله تعالى ذلك ومن يعذم قرمات الله فهو خير لك إن دربه أيها الإخوة المسلمون لقد حظ في نفوسنا وآلام قلوبنا تلكم الجرائم والأفآل المنكرة التي أقدم عليها بعض الصفهاء وبعض الجهال فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الجرأة على الضماء والجرأة على القرمات علامة من علامة الفساد والذياء وبداية للتفقق المجتمع وبداية لأخطار وشرور تلوه في الأفض فينبغي لأهل السياسة ألا يتساهلوا وينبغي لأهل السياسة أن ينتبهوا وينبغي لأهل السياسة أن يعلموا أن هذه الأمور محرمة في شرع الله وقد أفتاء علماؤنا رحمهم الله من مات منهم ومن بكي من الأحياء أفتوا بحرمة هذه الأعمال فينبغي لنا ألا نتساهل أيها الإخوة لأن هذه الأعمال لا تؤدي إلى الإسلام ولا تؤدي إلى الخير ولا تمنع الفساد بل هي الفساد بعينه بل هي الشر بعينه إنها اعتداء على الآمنين وترويق للأبرياء وقتل للأنفس المعصومة فلنتك الله يا عباد الله إنه بلاء وشر أن يتحول تبكير بعض أبناء الناس إلى هذا الجرائم وهذا الإفساد في الأرض ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن من المجرمين وأن يعالجهم وأن يعاجلهم بعقوبة من عنده وأن يكشف أستارهم ويفضح خطتهم ويوكعهم آجلا أو غير آجل أيها الإخوة الكرام ليس الإسلام بهذه الوسيلة وليس الإمكار للمنكرات بهذه الطريقة ليس الإسلام بأن نقتل الآمنين ونعتدي على حيبة الدولة إن الإسلام يكون بالدعوة إلى الله على بسيرة وبالحكمة والموئذة الحسنة إذا كان هناك أشخاص حاقدون ولا يحب لهم أن يستخدموا بعض الجهال في ذعض الأمن وابترى بالحال إذا كان هناك غناس لهم مظالم فعليهم أن يسلقوا طرق المشروع للاسترداد مظالمهم إلا أن يكونوا دعاة سياسية أو يكونوا طلاب حكم أو أصحاب فهؤلاء إلهي لتلنا معهم لأنهم يريدون أمرا لا يجيزه الشر ولا يجيزه الشرء لإضطرار بأمن الناس من أجل أنك تريد منصبا أو تريد حاجة من حاجات الدنيا ليس معك جليل على أن تسلقى طريق الإفساد والإضراد بالأمن إنما إما أن تصبر وتسأل أو ينصفك أو ينصفك وإما أن تسلقى طرق المشروع في الشكاوى والمحاكم ونسأل الله تعالى أن يهدي القلوب ويسلح النفوس ويبسرنا وإياكم بما ينفعنا فمن باب أولى أن ندعو الله تبارك وتعالى بالنصر لنا على أهوائنا وعلى شهواتنا وعلى أبنائنا وأن يعيدنا جميعا على حبز الأمن واستوانا إننا بالأمس الحاجة أن ندعو الله تبارك وتعالى على كل ظالم ومفسد وعلى كل مجرم ومقرب وعلى كل معتد على الأمن أن يكشف الله ستره وأن يريح الله المسلمين من شره وأن يرد الله الظالمين إلى جادة الصواب أيها المسلمون حافظوا على أمن المجتمع حافظوا على ترابط حافظوا على سلامة وحدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اِذَّا الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ آدَاءَنَا آدَاءَ الدِّينِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم كُلْ لِأَهْلِنَا فِي لَجَيْرِيَا نَاسِرًا وَمُعِيْنًا اللهم كُلْ لِأَهْلِنَا نَاسِرًا وَمُعِيْنًا اللهم تغيب عن 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 ت وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر